تحت عنوان يلا نحكي شغل عقد مركز ريان بالتعاون مع المركز الجماهيري والمجلس المحلي في اللقية بالنقب جنوب البلاد لقاء جماهيريا للتعرف على الخدمات المقدمة لجمهور الشباب بهدف توجيههم المهني أول شيء مهم جدا أنه اليوم ناخذ كل الشباب المجلس المتفلقية اليوم اللي هم خلصوا مدرسة اليوم ونأهلهم للسوق العمل ولازم ندمجهم في السوق العمل أهم شيء أن الطلاب والشباب اللي خلصوا مدرسة يعرفوا ويتوجهوا ويكتسبوا مخرات ومهنات اللي هي تقدر تساعدهم في إكمال مشوار الحياة تبعهم أهمية العمل الجماهيري بالمشاركة مع كل التشخيص المهني مع كل المنظمات الموجودة عندنا في النقب لنرفع إحنا مستوى التشخيص المهني وننزل عندنا مستوى البطالة في النقب كعامتان وفي اللقية في قرية اللقية اللي إحنا اليوم كثير عم نشتغل على موضوع أنه إحنا التشخيص المهني المرافقة الإرشاد من جيل صغير خلال اللقاء تم الاستماع إلى محاضرات حول كيفية اختيار المهن المستقبلية وكذلك قصص نجاح في المجتمع بدأت من التحديات وتحولت إلى فرص عمل بعد تلقي التوجيه المهني خاصة لجمهور الشابات والشبان الذين أنهوا المرحلة الثانوية إحنا موجودين اليوم في حدث جماهيري في اللقية بعنوان يلا نحكي شغل هدفه أنه نحاول إحنا نكشف خدمات مراكز ريان على الجمهور المحلي ونحاول نرفع الواعي بالنسبة لكيف إحنا نختار المهنة الشخصية تبعتنا بناء على اعتبارات على موضوع الطلب بسوك العمل وكمان كيف إحنا بنفعل نتعامل مع التحديات المجتمعية العائلية بهذا السياق اليوم جيت مشان أشوفها كطالبة وكعامل اجتماعي بتعلم عمل اجتماعي فكلية سبير فجيت اليوم مشان أعرف إيش الأبواب المفتوحة في وجهي وإيش التحديات اللي شفوها ناس صغيري الممكن أخذ عبرة منهم وأكد المتحدثون ضرورة الانكشاف على الخدمات المقدمة لشريحة الشباب ورفع الوعي لديهم من أجل التعامل مع التحديات المجتمعية والأسرية والتوازن بين الاختيار والطلب في سوق العمل من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أماكن التشغيل وخفض نسبة البطالة المرتفعة في المجتمع العربي البدوي في النقاب